بيقولوا إن الحب بينمي قدرات الطفل الحركية والسلوكية والسامعية والبصرية الأبحاث اتكلمت وصفت ده إزاي؟ أثبتنا علمياً إن من خلال تخطيطات الدماغ وتخطيط المخ عند الأطفال لما جينا نشوف طفل في بيئة تربوية مشبعة بالحب وطفل تاني في حياة أو بيئة تربوية قسي أو جمدة لقينا إن رسم وتخطيط الدماغ مختلف تماماً وإن القدرات الإدراكية والمعرفية عند الطفل وهي الحقيقة إنها هي أساس القدرات كلها يعني إذا قلنا إن الانتباه والتفكير هو باب الأوضة فكل مهارات الطفل فيه هي في الأوضة اللي جوه دي يعني أنا مش هقدر أفوت أو أكتسب أي مهارات كطفل إلى إنه لما يكون باب الأوضة مفتوح باب الأوضة دي هي المهارات المعرفية أو الإدراكية أو قدرتي على التفكير أو قدرتي على الانتباه والتركيز المهارات المعرفية أو الإدراكية هي الأساس في تعليم الطفل المهارات كلها سلوكية بعد كده أو لغوية أو حركية أو whatever إيه هي المهارات دي فباب الأوضة ده إذا مفتوح أنا بقدر أدخل لكل المهارات دي سبت علمياً أن رسم وتخطيط الدماغ للطفل المشبع عطفياً أفضل بكتير جداً من الطفل في البيئة القاسية دماغ ده هيعمل إيه؟ هيخليه ذكر أفضل؟ هيخليه أفضل في كل حاجة هيخليه شخصية باختصار شخصية متزنة شخصية متوازنة بالزبط كده فتلاقيه سلوكياً مظبوط متزن مش مضطر يعمل حاجة عشان يرفت الانتباه لأنه قريدي واخد مشبع بالحب ده فده تندة كبيرة جداً وتحتيها تفاصيل كتير قوي معظم سلوك الأطفال المشكلة لو بسبب مشاكل في المدارس وفي البيوت ومع أصحابهم بتبقى مشاكل أو سلوك للفت الانتباه للفت الانتباه أنا بكذب عشان أنا أقول أنا هو أنا بسرق عشان أثبت نفسي أنا بوقع بين أصحابي أنا بعند علشان أنا منتقد دايماً فمعظمها سلوك للفت الانتباه وده لأنه الطفل مش متزن عطفياً عطفياً مش متقبل أو متقبل بزيادة يعني فيه ناس أوكي على كل حاجة تمام على كل حاجة بوافق على كل حاجة بزعم مني أو بتفكير مني أن النوع ده من التربية هيخلق جوه لطيف بيني وبينه فكل حاجة براحتك كل حاجة براحتك